من جديد العطش يضرب أحياء مختلفة من كربلا في الوقت الذي يحيي فيه أهالي المدينة أيام شهر محر من الحرام الذي قتل فيه الحسين عليه السلام عطشا بلا ماء حي السلام بكربلا ليست بمنطقة نائية لكنها خارج نطاق الماء وبينما يستذكر ساكنها عطش الحسين في رمضاء كربلا فهم يسهرون حتى الصباح بانتظار رحمة مضخات المياه التي أعلنت هي الأخرى تضامنها مع الجفاف نحن أهالي حي السلام صارنا مدة تقريبا حوالي 20 يوم ماكو مي وجاي نشير تناكير وجينا وناشدنا وجينا المدير وطلع المدير وقلنا قال راح أضخلكم مي يومية أربع ساعات ووافقنا يوتال أخير شي ضخفنا يوم وبعد باء جان المي الإمام الحسين طلع للأصلاح وأنتم لا مصلحين وأنتم ما في التونة وأنتم كل شي ما سويت أصلكم 18 سنة وطبنا بالتسعة ما معقولة عمي اتقى الله اتقى الله بينا وين منهج الحسين وينكم مصيحون يا حسين تقرون بالقرايات تسوون مجالسكم وين مديرية ماء كربلا أكدت بأن جفاف بعض الأنهر خصوصا النهر الحسينية أدى لتوقف عمل مشاريع المياه بكامل طاقتها الانتاجية ما دفعها إلى الاعتماد على نظام المراشنة في بعض الأحياء فيما كشفت عن خطتها الخدمية والتي تتضمن إنشاء مشاريع جديدة تسوم في تقليل معاناة المواطنين تصير بعض المشاكل في حي السلام إن شاء الله المديرية بصدد إيجاد حلول وأكد أنه انخفاض المناسب في نهر الحسينية هو المسبب لانقطاع المياه ببعض الأحياء والعمل بالنظام المراشنة كون أن المشاريع لا تعمل بكامل طاقتها الانتاجية أهل منطقة حي السلام بكربلا يعيشون أيام شهر محرم للحرام بلا ماء وهم يستذكرون عطش الحسين مطالبين الجهات المعنية بوضع حد لمعاناتهم كونها ليست المرة الأولى التي يغيب فيها سر الحياة عن منازلهم علي خالد واني نيوز كربلا